السيدة الرئيسة على الرغم من أن الميثاق لم يتطرق إلى مفهوم عمليات حفظ السلام إلا أن حفظ السلم والأمن الدوليين يتصدر مقاصد ميثاق الأمم المتحدة كما أن هذه العمليات تعتبر أحد أهم الأدوات الرئيسية المتاحة للأمم المتحدة للنهوض بالتلك المسؤولية حيث يفترض أن تقوم عمليات حفظ السلام بدور حيوي وفعال في تخفيف حدة التوتر وتوفير البيئة المناسبة لتسويت النزاعات وحفظ السلام ودعم وإرساء بناء السلام في مراحل لاحقة يود وفد بلادي أن يؤكد على ما يلي أولاً إن تأكيد مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية يعني أن على عمليات حفظ السلام التقيد بهذه المبادئ بدقة تامة بعيداً عن أي اجتهادات أو تجاذبات سياسية ثانياً نؤكد على أهمية التطبيق المتسق للمبادئ التوجيهية التي تحكم عمليات حفظ السلام والتي هي موافقة الأطراف المعنية والحياد وعدم استخدام القوة وهو ما يستتبع حكماً الحصول على الموافقة المسبقة لحكومات الدول التي ستنتشر فيها قوات حفظ السلام والتنسيق معها في كل ما يتعلق بعمل هذه القوات مع تأكيد أيضاً على أن عمليات حفظ السلام لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الحل الدائم مما يستدعي في المقام الأول المعالجة الحقيقية للأسباب الرئيسية للنزاعات بكل جدية وموضوعية ثالثاً يود وفد بلادي أن يشيد بالعلاقة الجيدة بين الجمهورية العربية السورية ومسؤولي قوتي الأونسو والأنضوف ويعيد التأكيد على التزام الحكومة السورية بدعم القواتين بكل الوسائل الممكنة لتقومان بولاعتهما بالشكل المطلوب حيث تقدم سوريا كافة التسهيدات لأفراد القواتين لعودتهما إلى كافة مواقعهما في منطقة الفصل والاطلاع بولاتيهما كما تسهل حركة أفراد القوة وفريق مراقبي الجولان في منطقتين الفصل والتحديد عبر بوابة القنيطرة رابعاً نؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات النازمة لعمل قوة الأوندوف من حيث المحافظة على الهيكل التنظيمي لقيادة القوة كما نصت عليه الإجراءات الأساسية الناظمة لعملها كما نؤكد على أهمية الحفاظ على ولايتي بعثتي الأوندوف والأوندسو بما يضمن استمرار مهامهما وقيامهما بدورهما الهام برصد وتوثيق الخرقات الإسرائيلية لاتفاق فضي الاشتباك لعام 1974 وإبلاغ مجلس الأمن بها كما تشدد سوريا على ضرورة عدم المساس بهاتين القوتين أو حرفهما عن ولايتهما الأساسية والتي تنقض حصراً بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية خامساً تدين سوريا اعتداءات الكيان الإسرائيلي متعمدة على قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفل وتطالب بوقف محاولات هذا الكيان الرامية لإرغامها على إخلاء مواقعها وتشدد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة عناصر القوة لتستطيع اليونيفل تنفيذ ولايتها المنطبة بها سادساً تدين بلادي استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أرض وأجواء الجولان السوري المحتل كمنصة لشن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية واستهداف المنشآت المدنية والأبنية السكنية وما ينجم عن مثل هذه الاعتداءات من سقوط ضحايا وجرحة ودمار للبنى التحتية وذلك في انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما تدين بلادي استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك بنود اتفاقية فضل الاشتباك والقيام بعمليات خطف للرعاة من أصحاب الأرض السوريين واحتجازهم واستجوابهم سابعاً تشدد سوريا على أهمية التمييز في تقارير الأمم المتحدة وبشكل واضح لا لبس فيه بين التجاوزات الفردية البسيطة التي تتمثل في تجاوز بعض الأفراد من الرعاة لخط وقف إطلاق النار عن طريق الخطأ وبين الانتهاكات الجسيمة والمتعمدة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي مثل استخدام مناطق الحد من السلاح للعدوان الجوي على سوريا وإطلاق النار على الأهالي وتهديدهم من خلال إلقاء المنشورات وغيرها من وسائل الترهيب السيدة الرئيسة إن من المؤسف أن إقرار عمليات حفظ السلام في حالة الشرق الأوسط قد مضى عليها عشرات السنين وذلك بسبب استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي العربية وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومواصلة سياساتها العدوانية التي تعرض أمن وسلم المنطقة للخطر وهنا يود وفد بلادي أن يذكر بأن احتلال إسرائيل للأراضي العربية قد سبب وجود ثلاثة عمليات حفظ سلام للأمم المتحدة في هذه المنطقة ولكي يتسنى للعملين في هذه البعثات العودة بسلام إلى دولهم وعائلاتهم بعد أن قدموا الكثير من التضحيات التي نقدرها عاليا فإننا نطالب الأمم المتحدة بانضغط على إسرائيل وبكل الوسائل لإنهاء احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل ووضع حد لممارساتها الإجرامية بحق أهله وضمان وقف اعتداءاتها على دول المنطقة وشعوبها وردا على ممثلة كيان الإسرائيلي خلال الاجتماع الماضي نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من اقترف الجريمة البشعة بحق أطفال بلدة مجد الشمس السورية السورية وليست الإسرائيلية والواقع في الجولان السوري المحتل الجولان السوري الذي كان ولا يزال وسيبقى أرضاً عربية سورية وأهله عرب سوريون وتمسكون بانتمائهم لوطنهم سوريا وهويتهم الوطنية مهما طال أمد الاحتلال شكراً السيدة الرئيس شكراً السوري المحتلال